مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير وإلى هذه النافذة التي نناقش خلالها عددا من الملفات والقضايا البداية اليوم من حلب هذه المدينة التي ترزح تحت نيران وعقص في الطيران الروسي والسوري لليوم العاشر على التوالي مع سقوط المزيد من القتل المدنيين بعدما طمأنه لهدنة بدت كاذبة وبمناسبة يوم العمال نرصد في الجزء الثاني من النافذة أوضعهم في العالم العربي وفي الشأن اليمني نتوقف مع خروقات الحثيين للهدنة وتأثيرها على المحادثات السياسية والأوضاع الإنسانية ودوما مشاهدين بانتظار ما يأتينا خلال النافذة من أحداث وتطورات على الهواء مباشرة أما قبل كل ذلك فنتحول للزميلة حياة اليماني وهي تعرض لحضراتكم طريقة التواصل مع النافذة على السوشيال ميدي أهلا بكم مشاهدين في هذه النافذة التفاعلية والتي نتلقى من خلالها تعليقاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر كما بإمكانكم أيضا المشاركة عبر أرقام الهاتف الظاهرة أسفل الشاشة سؤالنا لحضراتكم هل تضامن العالم شرقا وغربا مع محرقة حلب على قدر المأساة؟ وضمن متابعتنا ليوم العمال في العالم سألناكم بأي حال نجاء هذا اليوم على العمال في العالم العربي منتظار أسئلتكم وتعليقاتكم ونسعد بعرضها خلال هذه النافذة تشاركونا أعلن ما يعرف باسم مجلس محافظة حلبا التابع للمعارضة السورية أعلن حالة الطوارئ تلبية لاحتياجات المواطنين جراء الهجمة الشرسة لقوات النظام على المحافظة في هذه الأثناء قال مراسل الجزيرة أن طائرات النظام قصف الطريق الكستلو آخر منفذ بري لأحياء المعارضة في حلب كما شنت الطائرات السورية غارات كثيفة على منطقة صلاة الليرمون ومحيط بلدة كفر حمرة وخناصر بريف حلب وكان القصف الليلي من طائرات النظام السوري قد استمر على مدينة حلب ومنفذها البري الوحيد وقد أوقعت الغارات السورية الروسية والتي دخلت يومها العاشر نحو مئتين وخمسة وثلاثين قتيلا فضلا عن مئات الجرحى أفاد مراسل الجزيرة في حلب أن طائرات النظام ألقت براميل متفجرة واستهدفت بالسواريخ عدة بلدات تسيطر عليها المعارضة السورية بريف حلب وعضف مراسلنا أن القصف شامل بلدات منها كفر حلب وحيان وهوبر غرب وجنوب حلب ما أوقع جرحى في صفوف المدنيين بالإضافة إلى تدمير عدد من المنازل نظم عدد من النشطاء والأطباء والممرضين ومنظمات المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام مشفى القدس المدمر في حي السكري بحلب ونددوا بقصف قوات النظام وروسيا على المنشآت الطبية والمدنية في سوريا يذكر أن مستشفى القدس كان قد دمر في قصف من قبل قوات النظام وقتل فيه أكثر من خمسين شخصا بينهم أطباء ومسعفون وللوقوف على آخر التطورات في حلب ينضم إلينا من هناك عبر سكايب النشط الإعلامي محمود رسلان أهلا بك محمود هل لك أن تطلعنا على آخر المستجدات في حلب؟ محمود رسلان هل أنت معي؟ سنعود لمحمود رسلان مجددا أو لاحقا مشاهدين الكرام نظمت مجموعة من النشطاء والأهالي في حي الوعر الخاضع لسيطرة النظام السوري المسلحة في حمص وقفة تضامنية للتنديد بالموقف الدولي تجاه ما تتعرر له مدينة حلب وأعرب المشاركون في الوقف عن غضبهم لصمت المجتمع الدولي على القصف الذي تشنه الطائرات السورية والروسية على حلب وما يخلفه هذا القصف من قتل مدنيين كما اعتصم عشرات النشطاء بالشموع في مدينة السويداء للتعبير عن تضامنهم مع مدينة حلب نظم عشرات من نشطاء السلام الأمريكيين والسوريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية نظموا مظاهرة أمام البيت الأبيض بواشنطن وقد ندد المتظاهرون بالغارات التي تشنها الطائرات الروسية والسورية على المدنيين في حلب ورفع المتظاهرون شعارات تطالب الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهما وسرعة التدخل لوقف أعمال القصف العشوائي للمدينة والتي خلفت مئات المدنيين من أهالي حلب بين قتيل وجريح خرج الآلاف من أهالي مدن وبلدات الغوط الشرقية في ريف حلب بدمشق خرجوا بمظاهرات نددت بالاقتتال بين فصائل المعارضة وطالبت بتوحيد الصفوف هذا وقد دخل المتظاهرون بين جبهات الفصائل المتقاتلة وطالبوهم بإيقاف القتال فيما بينهم وعنبذ الخلافات وفتح الطرقات المغلقة والتفرغ للجبهات كما ندد المتظاهرون بالمجازر التي ترتكبها قوات النظام وروسيا بمدينة حلب ترجمة نانسي قنقر وإلى ريف دمشق مشاهدين الكرام عبر سكايب ينضم إلينا الناشط الإعلامي ياسر الدماني يرحب بك معنا سيد ياسر هل لك أن تطلعنا على تفاصيل أوفة حول التظاهرات التي اندلعت اليوم من قبل أهالي بلدات الغوط الشرقية بريف حلب وأهم مضامين هذه التظاهرات ريف دمشق يعني بالفعل خرج الأهالي من أهالي مدن وبلدات الغوط الشرقية كما ذكرتم في ريف دمشق بمظاهرات أولا للتندين بمجازر حلب وأيضا نددت بالاقتطال بين فصائل المعارضة في الغوط الشرقية طالبت بتوحيد الصفوف ودخل المتظاهرون لأول مرة بعد ثلاثة أيام من الاشتباكات بين الفصائل المتقاتلة دخلوا إلى جبهاتهم إلى أماكن تواجدهم طالبوهم إيقاف الإقتتال عدم قتل بعضهم بعضا طالبوهم بنبس الخلافات فتح الطرقات المغلقة تفرغ لي الجبهات بعدها كان هناك تجاوب كبير من جيش الإسلام وجبهة النصرة وفيلق الرحمن وفجر الأمة لدعوات الأهالي وسط حالة إيجابية توقف الإقتتال توقفت حالات القنص بعد الحملة من الأهالي لوقف الإقتتال كان الأهالي في غوطة دمشق الشرقية بالآلاف يقفون على متاريس التراب بين المتصارعين أجبروهم على وقف الإقتتال ونزع السلاح في المنطقة حتى الآن الأمور تتجه نحو الأفضل في غوطة دمشق الشرقية طبعا لم يمنع كل ذلك ياسر ما الذي دعى الأهالي بالآلاف كما ذكرت وذكر الخبر بالخروج في هذه التظاهرات كان هناك اقتتال من حوالي ثلاثة أيام حتى صباح اليوم بين الفصائل في الغوطة الشرقية على عدة أمور عالقة خرج الأهالي في غوطة دمشق الشرقية لإيقاف الاقتتال ونزع فتيل الأزمة ودعوتهم لتوحيد الصفوف نحو النظام بعد تساقط عدة جبهات ومحاولة قوات النظام اقتحام الغوطة الشرقية مستغلة الاقتتال كانت الدعوة لإيقاف الاقتتال كي لا يموت أبناؤهم في الصراعات الداخلية قالوا أنهم أرادوا أن يرسلوا أبناؤهم لتتحرر سوريا لا أن يقتتلوا فيما بينهم فكانت المظاهرات رسالة قوية إلى قادة الغوطة الشرقية أن الاقتتال في الداخل هو خط أحمر وأن توحيد الصفوف وتوحيد القيادة وتوحيد الجهود هو مطلب شعبي عبر الوقوف كدروع بشرية أمام الرصاص لإيقاف الاقتتال وكانت تجاوب كبيرة من كل قادة الفصائل لمطالب الأهالي في الغوطة الشرقية وهو ما لمسناه بإيقاف الاقتتال حتى الآن وهناك عدة مبادرات خرجت من جبهة النصرة وجيش الإسلام والاتحاد الإسلامي وفيلق الرحمن وفجر الأمة هل تعتقد ياسر أن هذه التظاهرات سيكون لها تأثير إيجابي مستمر على الفصائل المعارضة السورية أم تأثير وقتي وسيعود التدافع بين هذه الفصائل والاقتتال مرة أخرى من وجهة نظرك يعني عندما خرج الأهالي في غوطة دمشق الشرقية ضد بشار أسد استمر واليوم أعتقد أن خروج الأهالي وكسر حاجس الاقتتال والوقوف بين الفصائل المتقاتلة وعدم الخوف من الرصاص سيدفعهم للخروج مرات متتالية في حال القادة عادوا للإقتتال سيخرج الأهالي مرة أخرى فنظن أن البعد سيكون بعد كبير للخروج وسيكون وقف الإقتتال طويل الأمد وسيكون له أثر دفع القادة للتوحد والتوجه نحو المعارك التي يطالبهم الأهالي بها والتوحد خجلا من مجازر حلب التي تحصل وتتحدثون بشكل يومي عنها ياسر أخيرا ريف دمشق من المناطق الخاضعة للهدنة بين قوات المعارضة السورية وبين النظام السوري هل حدثت أي انتهاكات خلال الساعات القليلة الماضية لهذه الهدنة أم لا؟ ريف دمشق لم تتوقف الخروقات من قوات النظام نتكلم عن قصف قنص أحد المقاتلين من جيش الإسلام في جبهات جنوبي الغوطة الشرقية أيضا القصف على مدينة حرستة من قبل إدارة المركبات التابعة لقوات النظام أيضا عدة قزائف سقطت على أطراف مدينة دومة سجلنا عددا من الخروقات لكن الخروقات كانت نسبية وقليلة بالنسبة للأيام القليلة الفائتة حيث أن قبل وقف إطلاق النار كان هناك هجوم كبير بالصواريخ والطيران على مناطق جنوب دمشق لكن اليوم كان القنص خجولا مما يظل على حالة هدوء في الغوطة الشرقية أخيرا ياسر ماذا كان رد أو متابعة أهالي ريف دمشق وصول بلدات الغوطة الشرقية للمجازر التي حدثت خلال الأيام الماضية لأهالي حلب كيف تفاعلوا مع ذلك؟ كانت حالة استياء كبيرة من الصمت الدولي اتجاه ما يحصل من مجازر بحق أهلهم بحلب كان خروج اليوم الأهالي في المظاهرات أيضا للتنديد بمجازر حلب حتى عدة فيديوهات أرسلناها لكم كيف أن الأهالي هتفوا لأتضامن مع حلب للدعوة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإدراج أيضا حلب في المناطق ذات وقف إطلاق النار كان الأهالي مطلبهم الموحد في الغوطة الشرقية وقف إطلاق النار أيضا في حلب كانت هناك خيبة أمل لدى أهالي الغوطة الشرقية من موقف المجتمع الدولي كيف أنه يعمل على وقف إطلاق النار في مناطق ويترك مناطق أخرى لا سيما حلب التي تباد عن آخرها فكان الموقف قويا لأهالي الغوطة الشرقية وحالة استياء لما يحصل وسكوت العالمي وسكوت ديمستورا وسكوت المفاديين وحتى أن منظمة الصحة والمنظمات الأخرى لم تتحرك لتخفيف آلام أهالي حلب أو مساعدتهم لما يحصل فكان الموقف قويا من أهالي الغوطة الشرقية حتى أن المظاهرات كانت مع وقفات من أطباء الغوطة الشرقية لتضامن مع المشافي التي قصفت في حلب أيضا كان هناك وقفات تعليمية من المعلمين لتضامن مع المدرسين وتنديدا بالمجازر التي حصلت ضد المدارس وقصف الأطفال أيضا في حلب فعدة وقفات من كافة الفعاليات للتنديد بما يحصل من مجازر وقتل لأهالي حلب أشكرك شكرا جزيلا ياسر الدوماني الناشط الإعلامي كنت معي عبر سكايب من ريف حلب وشاهدنا ما الآن فنتابع هذه الصور التي تأتي نحية مباشرة من نيويورك وتحديدا من أمام مقر الأمم المتحدة حيث تتظاهر الجالية السورية تنديدا بمجازر النظام السوري بحلب تنديدا بالمجازر النظام السوري بحلب تنديدا بالمجازر النظام السوري بحلب وشاهدنا الكرام لمتابعة التطورات السياسية في ظل التصايد العسكري الذي تشهد حلب ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من اسطنبول رئيس حركة العمل الوطني من أجل سوريا وعضو الاتلاف الوطني السوري المعارض سيد أحمد رمضان ورحب بك معنا سيد رمضان وأبدأ بسؤال لعله الآن يجول في أذهان الكثيرين ممن يتابعون الشأن السوري هل تحول العالم من الناحية السياسية وأقصد الدول الغربية من مسألة الاستنكار فقط إلى مسألة العمل من أجل وقف المجازر التي حدثت وما زالت تحدث في حلب حتى هذه اللحظة أم أن الأمر توقف فقط عند الإدانات حياكم الله أخي العزيز والرحمة لشهدائنا في سوريا ولشهداء الثورة السورية وللشهداء أيضا في حلب وألفت الانتباع لأني أواجه مشكلة في وضوح الصوت القادم من طرفك ولكن أقول فيما يتعلق بما يجري في حلب الآن والموقف الدولي الخاص بذلك أن حلب حقيقة تركت لوحدها كما تركت سوريا من قبل لوحدها هناك مشكلة كبيرة في هذا العمر ليس فقط على المستوى الدولي بل على المستوى العربي وعلى المستوى الإسلامي ما يتم الآن في حلب ليس فقط خرقا للهدنة كما يسميه البعض وإنما هو رغبة من قبل مثلث روسي إيراني أسدي بارتكاب مجازر وارتكاب أعمال إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستهداف واضح ليس فقط للمدنيين في مناطق سكناهن بل للمشافي والمراكز الطبية والمراكز التعليمية والمخابز والأسواق وأخيرا أيضا المعابد والمساجد حيث الجمعة الماضية لم تؤدى صلاة الجمعة بطلب من الهيئات الشرعية والقضائية في حلب لحماية المصلين من البراميل المتفجرة إذن نحن أمام محاولة مقصودة لتدمير هذه المدينة التي يعود تاريخها إلى ثمانية آلاف سنة ثمانية آلاف سنة كانت حلب مأهولة بالسكان وبالبشر لأول مرة ينخفض عدد سكان حلب مدينة حلب تحديدا من أربع ونصف مليون إلى حوالي مئتي ألف والآن هناك محاولة لتهجير هؤلاء السكان الذين بقوا في هذه المدينة سأعود إليك سيد رمضان لكن أنوه فقط مشاهدين لهذه الصور التي كانت تأتيكم عبر الهواء مباشرة هي الآن على الشاشة من نيويورك للجالية السورية الرافضة للمجازر التي أحدثها النظام السوري بمدينة حلب منددة بهذه المقتلة التي حدثت في الأيام الأخيرة على مدار عشرة أيام وخلفت أكثر من مئتين وخمسين قتيلا وألاف الجرحة حتى هذه اللحظة أعود إليك سيد رمضان سؤال الأول لعلك لم تستمع إليه بشكل جيد عن الجهود الدولية والمتمثلة في الجهود التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أو حتى الأمم المتحدة والمبعوث الرسمي لها ديمستورا بالنسبة لسوريا هل من الممكن أن تصل لهدنة شاملة أو هدنة كاملة في حلب كما حدث في دمشق وريف دمشق؟ أم لا تتوقع ذلك على الأقل خلال الساعات والأيام القليلة القادمة؟ منذ بداية التصعيد الأخير ونحن اليوم في اليوم العاشر من هذا التصعيد هناك تواصل مستمر بيننا كأتلاف وكهيئة عليا للتفاوض مع كافة الأطراف الدولية وفي المقدمة منها الإدارة الأمريكية المعنية أيضا بهذا الملف بالنظر إلى أنها الطرف الأساسي الراعي لمفاوضات جنيف إلى جانب روسيا والعون المتحدة والجانب الأمريكي أرسل عدة رسائل تشير إلى أن حلب ليست مستثناء وليس هناك رفض لهذا الاتجاه سوى من قبل النظام السوري وأن هناك ضغوط كبيرة للوقف الفوري للعنف والجرائم التي ترتكب بحلب وهناك اتصالات وتحركات يقوم بها وزير الخارجية جون كيري واتصالات من قبل الإدارة والبيت الأبيض أيضا مع الجانب الروسي في هذا الاتجاه نحن في واقع الحال نريد أن نرى نتائج ملموسة لهذا الموضوع لأن حجم التصعيد لا زال مستمرا ومتصاعدا ومن غير المقبول أيضا تفهم أي أعذار من جانب الإدارة الروسية بأن النظام لا يستمع نحن نعلم جيدا أن النظام السوري مغطى فعليا من قبل روسيا فيما يقوم به من أعمال قصف بحلب وغيرها إضافة إلى أن الطيران الروسي نفسه يقوم في كثير من الأحيان بعمليات قصف لبعض المواقع في حلب وخارجها واليوم كان هناك استهداف على سبيل المثال للممر الرئيسي الذي يصل إلى حلب طريق الكستلو بالطيران في محاولة لعزل حلب ومحاصرتها قبل الجانبين الروسي والنظام السوري بصراحة شديدة سيد رمضان هل ما زلتم في الإتلاف الوطني السوري المعارض تثقون في الجهود الأمريكية والدولية والأمم المتحدة بالطبع تجاه القضية السورية تثقون في جهودهم لوقف هذه المجازل التي تحدث يوميا للشعب السوري وآخرها أو ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة في حلب أم لا يعني العقل لا يصدق لدى البعض أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن توقف هذه المجازر أو تضغط على روسيا حليفة سوريا الرئيسية لأن توقف النظام السوري عن هذه المجازر تجاه شعبه تماما يعني كما تقول وكما هي قناعة الكثيرين من أبناء شعبنا ومن أهلنا العرب أيضا الإدارة الأمريكية تملك الإمكانية الكاملة لوقف الاعتداءات بشكل كامل وفوري في حلب وفي غير حلب وبالتالي لا يمكن تصور أن الجهد الذي يتم الآن هو كاف في هذا الاتجاه ولا أنه يعني يمكن أن يصب في نهاية المطاب في الوقف الكل للجرائم التي ترتكب في حلب يجب أن نعلم جيدا أن هذا التصعيد تزامن مع القرار الشجاع الذي وقفته الهيئة العليا للتفاوض في جينيف وعبرت فيه عن إرادة السوريين برفض الإملاءات من ناحية وبالإصرار على ثوابت الثورة السورية وبالتالي هناك محاولة لمعاقبة السوريين للانتقام من السوريين لكسر شوكة المعارضة السورية وأيضا لتقليم أظافر بل لتقطيع أيدي الثورة السورية بتكالب غير مقبول وغير مسبوق من قبل كافة القوة هناك دولة كبرى هي روسيا هناك دولة إقليمية كبرى هي إيران أيضا تستخدم قواتها وهناك النظام الذي يراد فيه أن تمعث به الحياة من جديد وهناك أيضا تنظيم داعش الذي يستغل كل هذه الأحداث من أجل أن يهاجم المعارضة ويطعنها من الخلف وهناك أيضا وحدات الحماية ميليشيات الحماية التي أيضا تقاتل إلى جانب النظام وتستفيد من الوضع لقدم مزيد من الأراضي السورية المحررة سيد رمضان ما هي الخطوات التي من الممكن أن تتخذ من قبل المعارضة السورية على المستوى السياسي تحديدا إذا استمر النظام السوري مدعوما بعمل عسكري روسي في قتل المدنيين بهذا الشكل الذي رأيناه ونراه في حلب وفي مناطق أخرى ماذا أنتم فاعلون؟ نحن نتحرك على عدة مستويات المستوى الأول هو المستوى الدولي وبالنظر إلى أن هناك قرارات واضحة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والهدنة وتثبيت هذه الهدنة فيجب على مجلس الأمن في هذه الحالة وعلى الدول دائمة العضوية وفي المقدمة منها الولايات المتحدة أن تتحرك بتحركا جديا لتطبيق تلك القرارات ومنع النظام من الاستمرار بما يقوم به ومنع أيضا روسيا من أن تكمل عمليات القصف بالطريقة الوحشية التي تقوم بها وهناك أيضا المستوى الإسلامي ونعتقد أنه يتوجب على الآن أكثر من 56 دولة إسلامية أن يكون لديها موقف مما يجري في سوريا وفي حلب تحديدا وهذا الأمر مناط بمنظمة التعاون الإسلامي التي اجتمعت مؤخرا في اسطنبول وأصبحت تركيا الآن رئيسة للدورة الحالية ونتوقع من الجانب التركي أن يتحرك بشكل فاعل أيضا في هذا الاتجاه وهناك أيضا الجامعة العربية التي تفضل السيد وزير خارجية دولة قطر بمخاطبتها ومخاطبة عدد من وزراء الخارجية لكي يكون هناك موقف عربي أيضا مما يجري في حلب وبالتالي هذه على المستوى السياسي ونحن أيضا نتحرك الآن في عدد من العواصم للتواصل معها وتحريك المنظمات الدولية التي تراقب دائما انتهاكات حقوق الإنسان وتراقب أيضا جرائم الحرب التي ترتكب في عدد من المناطق ومنها سوريا لكي ترفع الصوت عاليا وإلى جانب ذلك هناك الحراك الشعبي داخل وخارج سوريا وأنتم أيضا الإخوة في الجزيرة يتابعون بشكل فعال كل المظاهرات التي تجري في الدول العربية وفي عواصم العالم منددة بهذه الجريمة الكبرى التي تتم الآن في حلب طيب يعني تقييمك سيد رمضان كسياسية للتظاهرات والوقفات الاحتجاجية حتى جزء نراه الآن من قبل الجالية السورية في نيورك أمام أحد مقرات الأمم المتحدة للتنديد بأحداث حلب هل تعتقد أن هذه التظاهرات سواء كانت على أرض الواقع أو كانت حتى على السوشيال ميديا قادرة بشكل أو بآخر في دفع القوى الدولية يعني الاهتمام أكثر بالقضية السورية وإقاف النظام السوري عن الاستمرار في مجازره تجاه البلدات السورية أم لا؟ لا شك هي عامل مساعد وكبير جدا وحيوي أيضا في إشعار السوريين أن أهله جميعا معه سواء كانوا سوريين في المهجر أو عربا أو كانوا أحرارا في هذا العالم الذين يشعرون بقيمة الحرية ويشعرون أيضا بأهمية مقاومة الاستبداد في أي مكان وبالتالي أنا أحث الإخوة السوريين في كل دول الشتات ودول المهجر ودول الاغتراب أن يسارعوا للتظاهر بشكل مستمر وليس بشكل مؤقت أو أسبوعي وأن يتضامنوا أيضا مع إخوانهم العرب لكي يستطيعوا أن يشكلوا صوتا عاليا ومرتفعا وأن يكون أيضا هناك تشارك مع كل الصوت الإنساني الحر في هذا العالم ونحن شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية حركة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي وأعتقد أنها كانت مؤثرة على كثير من الأطراف بما في ذلك الجانب الأممي والولايات المتحدة التي شعرت أن الصوت يرتفع عاليا وأن هذه الجرائم بهذه الطريقة البشعة لا يمكن أن تستمر في هذا القرن القرن الحادي والعشرين بشكل وعلى مرأة من العالم ثم نسمع هذا المسؤول الروسي أو ذاك ينفي ويتحدث عن مقاومة الإرهاب بينما صور الأطفال تنتشل من تحقيق سيد رمضان عفوا للمقاطع لكن وأنت تتحدث الآن تجددت بالفعل غارات الطائرات الروسية السورية النظام السوري وأيضا الروسية على حي باب الحديد بمدينة حلب إذن من الواضح أن النظام السوري لا يأبه بكل هذه المجهودات ولا بكل هذه الأصوات التي خرجت منددة بما يحدثه النظام من مجازر إذن ما الحل يعني ما الخطوة التي يجب أن تتخذ تجاه هذا النظام هل ترى أن طريق المفاوضات مع هذه النظام ما زال من الممكن أن يكون له أثرا إيجابيا على القضية السورية أم أن السلاح يجب أن يجابه بالسلاح يعني هناك عنف يجب أن يواجه حقيقة على الأرض لكن هناك شيء آخر تتجاهله الإدارة الأمريكية ويتجاهله العالم وهو أن جرائم الحرب والجرائم بقصف البراميل المتفجرة هذه لا تقابل بهدى ولا تقابل بمفاوضات المجرمون الذين يقومون بأعمال العبادة في كل الشرائع وفي كل القوانين الدولية وفي تجارب الأمم المتحدة أيضا السابقة تمت مهاجمتهم واستئصالهم ووقفهم ولنا أمثلة في ذلك في عديد من الدول الأفريقية في قلب أفريقيا وأيضا في تجربة البوسنا والهرسيك والصربيا التي استمر من زوفيتش يقوم بأعمال القتل والإبادة إلى أن تمت مهاجمته من قبل حلف الأطلسي النظام السوري الآن هو امتداد لتلك الحقب ويستفيد فعليا من غطاءين هناك غطاء دولي توفره روسيا للأسف وتمنع عنه أي إدانة في مجلس الأمن أو تحاول أن تحميه من الإدانة وهناك غطاء إقليمي توفره إيران وبعض الدول التي تمده بالسلاح والميليشيات والمقاتلين وأصبحت سوريا مكانا لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية وللبحث أيضا عن المصالح الشعب السوري لا يمكن أن يبقى ضحية لتلك الحسابات الخاطئة أو الحسابات التي تستهدف فعليا البحث عن مصالح خاصة لتلك الدول باستخدام دماء السوريين وبالتالي أنا أعتقد أن هناك حاجة قبل أن يكون تحرك دولي هناك حاجة للتحرك العربي بشكل متزامن وخاصة من الدول الشقيقة القريبة الآن من معاناة السوريين والمتفهم لهم يجب فقط ليس أن ترفع الصوت عاليا أن توفر للشعب السوري كل مقومات الحماية مقومات الصمود مقومات الدفاع عن النفس وتعلم جيدا أخي العزيز لو كانت هناك وحدة واحدة أو وحدتان من وسائل مقاومة الطائرات في حلب لم استطاع الطائرة واحدة أن تتجرأ وتلقي ثمانين صاروخ وبرميل في يوم واحد على مدينة تم إنهاكها بهذا المستوى العالي من القصف أشكرك شكرا جزيلا أحمد رمضان رئيس حركة العمل الوطني من أجل سوريا وعضو الإتلاف الوطني السوري المعارض كنت معي عبر الأقمر للصناعية من اسطنبول مشاهدين الكرام أظهرت أحداث مدينة حلب الأخيرة والتي وصلت إلى وصف البعض لها بأنها جرائم حرب أظهرت كيفية طاعة العرب والغرب معها رسميا وشعبيا وما بين الإعلام الغربي والعربي تباينت التغطيات والتوصيفات لما جرى في حلب وبالمثل كان الاختلاف واضحا في الشارع العربي والغربي فخرجت تظاهرات رافضة في عدد من العواصم لكنها لم تكن حسب مراقبين بحجم المأساة نتابع في التقرير التالي الله أكبر الله أكبر أسبوع وثلاثة أيام تلك عشرة كاملة لم يتوقف فيها القصف السوري الروسي على مدينة حلب شمال غربي سوريا قصف تحولت معه الشهباء المدينة السورية الأكبر إلى خرائب وأنقاض الله لي وفا الله لي وفا كارثة إنسانية كان منتظرا أن تهز أركان الإنسانية هزا لكن ردود الفعل عليها إلى الآن حسب مراقبين باهتة خجولة فإذا أصمت رسمي أو يكاد عربي ودولي لا يزال الصراخ الشعبي الإلكتروني هو الملمح الأبرز تجاهها سياسيا اكتفت عاصمة العالم الأولى واشنطن بالإدانة والدعوة لوقف القتال وعلى ذات الدرب صارت الأمم المتحدة ودول أوروبية أخرى وهو ما يفسر انطلاق مظاهرات غاضبة لسوريين أمام البيت الأبيض وفي عاصمة النور باريس وفي حين بدأ الإعلام الغربي غير مجغول بالأزمة بما يكفي كان الفضاء الإلكتروني هو الأرحب لتلقي موجات الغضب الهادر عربيا شيئا فشيئا تصاعد الغضب العنكبوتي وإذ بدأ بتدشين وسم حلب تحترق ليتصدر مواقع التدوينات القصيرة تواصل الأمر بتدشين وسوم أخرى وكانت الحلقة الأخيرة هي الدعوة لغلق صفحات المتضامنين على حساب فيسبوك للفت الأنظار إلى ما يعتبرونه سياسة الكيل بميكيالين في تناول الموقع لأزمات مماثلة الصفحة التي صبغى أصحابها من الناشطين العرب باللون الأحمر القاني في إشارة إلى أنهار الدم الجاري في المدينة امتلأت كذلك بنشر صور ومقاطع تصور حجم الأزمة لكن أنهار الدم الحلبي المسال كانت فرصة لآخرين استففوا بجوار النظام ورفعوا مجددا رايات المقايضة بالأمن على الحرية وفي حين شككوا في صحة الصور القادمة من حلب المنكوبة اعتبروا أن ما يجري هو نتيجة ما قد تجنيه دعوات المطالبة بالحرية والديمقراطية الكارثة الحلبية على فضعتها تأتي حسب مراقبين دليلا إضافيا للتذكير مجددا بالمأزق الأخلاقي الذي يعيشه المجتمع الدولي في نسخته ما بعد الألفية الثالثة شاهدين الكرام لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمر الاصطناعي من لندن السيد غسان إبراهيم الإعلامي السوري المعارض ورحبك معنا سيد غسان ودعنا نبدأ من تناول الإعلام الغربي للمذابح التي حدثت وما زالت تحدث حتى هذه اللحظة بحلب من قبل قوات النظام ومن قبل الطيران الروسي أيضا كيف تعاملت وتتعامل وسائل الإعلام الغربية مع هذه المذابح من وجهة نظرك سيد غسان يعني للأسف الإعلام الغربي والإعلام الأجنبي بشكل عام تعامل مع المحرقة فيما يحدث في حلب بشكل بارد تماما كما هو المواقف الدولية أي أنها كانت إنعكاسا للمواقف الدولية التي لم تكن حقيقة ساحبة موقف جاد تجاه ما يحدث للسوريين وخصوصا في مدينة حلب للأسف يعني أزمة حلب لم تحصل لا تغطية إعلامية ولا مواقف دولية شجاعة تجاهها وهذا يعود لسبب رئيسي هو يعني التواطئ الأمريكي مع روسيا لتغطية وعدم الاكتراث لما يحدث في سوريا للضغط على المعارضة السورية البعض يرى أن الروس والأمريكان أعطوا الضوء الأخضر لبشار الأسد ليكمل هذه المجازر بشكل يرسل رسالة واضحة للمعارضة السورية أنه أنتم لم تذهبوا إلى المفاوضات فأن البديل هو إطلاق يد النظام لتدمير سوريا وارتكاب المزيد من المجازر يعني هو نوع من يعني ابتزاز المعارضة ولكن بطريقة دموية بطريقة غير إنسانية بطريقة لا تتناسب مع أخلاقيات الدول جميعا والمجتمع الدولي لهذا جاءت الصحافة الغربية تغطي هزيلة جدا ربما حتى عندما تشير إلى حلب تشير لها بشطريقة دون تحديد من يرتكب هذه المجازر يعني تقول هناك دمار تقول هناك قصف تقول هناك موتى تقول هناك جرحة ولكنها لا تقول أن من يرتكب ذلك في أغلب الحالات أنه بشار الأسد لا تقول ذلك تحاول بشكل أو بآخر تتبنى الموقف الدولي الذي هو يتحدث بشكل ضبابي يقول هناك مجازر هناك أزمة ولكن دون تحديد أن المرتكب هذه المجازر هو نظام بشار الأسد طيب اسمح لي سيد بسا روسيا بالتشارك لعل قراءتي الأولية على الأقل كمثال واحد في الواشنطن بوست مثلا الأمريكية قالت أن سياسة واشنطن انحضرت إلى روتين مقزز وطلبت الولايات المتحدة الأمريكية بالخطباء قالت لها أين أو طلبت الإدارة الأمريكية أين الخطباء الذي يتحدث عنها كيري ليلة نهار إحدى الصحف الأمريكية طلبت أن يتم تسليح المعارضة السورية لمواجهة هذه المجازر والتي تحدث عن طريق الطيران الروسية السورية إذن بدى وكأن هناك لغة قوية من قبل بعض وسائل الإعلام الأمريكية تحديدا حيال ما يحدث في سوريا كيف توصف هذا سيد غسار يعني للمزدهقية دائما الصحافة الأمريكية تحديدا هي مواقفها أكثر شجاعة من الحكومة الأمريكية وهي ناقضة لحكومة أوباما لأوباما شخصيا دائما تدين التردد لدى أوباما دائما يحاولون أن يقولون أن أمريكا في ظل أوباما أصبحت لا هيبة لها لا وجود لها في المنطقة العربية هناك حقيقة الكثير من الصحافيين الذين يقفون مواقف شجاعة في الصحافة الأمريكية يعني يحاولون دائما أن يسلطون الضوء على المشهد السوري ليس هذا شيء بجديد يعني لم تكن حلب بحد ذاتها هي من فتحت الباب بل هم حقيقة منذ حوالي عشر سنوات وهم يتحدثون ضد السياسة أوباما في الشرق الأوسط هذا قبل أن تبدأ ثورات الربيع العربي في العالم العربي طبيعة الحال وتحديدا عندما بدأت ثورات الربيع العربي كان هناك مواقف أكثر تصلبا تجاه السياسات الخاطئة للولايات العربي وتحديدا في سوريا كان دائما هناك مطالبات لأن يكون هناك موقف أمريكي شجاع يواجه حجم التحديات الكبيرة في سوريا ولكن للأسف لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية مكترثة لهذه الافتتاحيات أغلب هذه المقالات بعضها كان في افتتاحيات تلك الصحف العريقة بعضها كانت مقارات تحليلية وبعضها كانت مقالات رأي وجميعها انتقدت واليوم خلال وضع حلب تم التطرق لها ولكنها لم تخرج خارج سياق يعني مناشدت الحكومة الأمريكية دون أن يكون هناك حقيقة ردود فعل جادة ترتقي إلى حجم المأساة في سوريا بعض الناشطين السوريين سيد غسان تحدثوا على أن الرئيس الأمريكي يعني مشارك بشكل رئيسي مع الروس ومع بوتين في قتل السوريين هل وجدت صدى لهذا المعنى في وسائل الأعلام الغربية أم كما قلت أن هناك اتساق بين الموقف الأمريكي أو الموقف الغربي مع أداء الصحافة الغربية تجاه الأزمة السورية يعني دائما المعارضة السورية والشعب السوري والناشطين يقولون أن نظام الأسد يعني لا يستطيع أن يتمرد ويقوم بهذه المجازر لو لأنه شاهد أن هناك غض نظر إن لم نقل هناك ضوء أخضر أمريكي وعدم اكتراث بما يحدث في سوريا فبالتالي فعليا وفق النظر الشعب السوري أن يعني أوباما مسؤول هو بعد بشار الأسد هو مسؤول عن كل جريمة ترتكب في سوريا فبالتالي نعم هناك الكثير من الصحافة والصحفيين أشاروا إلى هذه العبارات بشكل غير مباشر خلال السنوات الماضية ولكنها للأسف يعني لم تؤثر بشكل فعلي على القرار الأمريكي لتلعب أمريكا دورا أكثر جادية في أشأن السوري ولا يتوقع أحد أن يتغير أوباما أوباما بقيا له بضعة أشهر ويرحل وهناك ترقب من جميع الأطراف المعنية بالشأن السوري أنه ما هو موقف الحكومة المقبلة هل سوف تكون الرئيس المقبلة كلينتون أم سوف يكون ترامب فبالتالي حسب الرئيس المقبل الجميع يراهن اليوم على ما بعد أوباما وهناك فقدان أمل مطلق من أوباما هذا عن الإعلام الغربي سيد غسال ماذا عن الإعلام العربي وتناوله للمجازر الأخيرة في سوريا وخصوصا مجزرة حلب كيف ترى كيف قيمت إذا كنت متابعا له في إطار ما يحدث مثلا في بعض التلفزيونات الرسمية العربية من دعم نظام الرئيس بشار الأسد أو الإتيان حتى بإحدى الممثلات مثلا رغضة على إحدى القنوات المصرية الخاصة تدافع عن بشار وتأتي في صفه حتى ضد ما يحدث في حلب للأسف هناك حقيقة المواقف أيضا على الشاشات العربية لم تكن جميعها متاهة يعني واقفة مع الشعب السوري بعضها لاعتبارات سياسية لمشاكل داخلية لقضايا سياسية داخلية بين تلك الدول كانت المواقف تتغير يعني مثلا أيضا حتى في الجزائر للأسف مثلا كانت المواقف والإعلام الجزائري والحليف له يحاول أن يعطي شرعية لنظام الأسد ولمجازره ويغض النظر عنها وأيضا رغضة عندما تخرج على بعض القنوات المصرية أيضا يعني معروف موقفها سابقا أنها دائما تدافع عن نظام الأسد وهنا أيضا يعني السوريون يدينون أن يعطى مساحة لشخصية تدافع عن مجرم لتخرج وتبرر هذا الإجرام يعني للأسف القضية السورية قضية تطلب ضمير وإخلاقيات إنسانية قبل أن تكون إخلاقيات صحفية ومهنية وبالتالي انعكست هذه الأمور وفق المبادئ السياسية لكل هذه الدول على إعلامها وبالتالي وبالتالي تنوعت المشهد الإعلامي الذي بعضها كان مؤيد للشعب السوري وبعضها مؤيد للنظام الأسد وبالتالي قضية حلب تم ترجمتها وفق هذه المعادلة سيد غسن ابقى معنا سأعود إليك مرة أخرى لكن قبل هذا مشاهدين الكرام دعونا نتحاول إلى زميلة حياة اليماني تعرض على حضراتكم عددا من التعليقات التي وردتنا على صفحات الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر إذن حياة ماذا لديك في هذا السياق؟ أهلا بك أحمد دعنا نشاهد ما الذي وردنا من مشاركين أو مشاهدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق برد الفعل على ما يحدث في حلب من قصف متواصل اليوم العاشر ياسين يقول الوطن عربي من هو في وطن عربي بينما تامر يقول لم يكن على مستوى الحدث وإنما كان مجرد شعارات ووقفات وإضراب وهشتاجات لا تسمن ولا تغني من جوع سواعد تقول قيل لنا قديما في عصر الجهلية واليوم نرى الجهلية بعينها على هشتاج حلب تحترق جميل يقول لم يكن على مستوى الحدث كالعادة أحمد يقول وماذا يهم مستوى الحدث إذا لم تتوقف المجازر هذا وربما على تويتر لدينا من يقول لا عربيا ولا غربيا ولو كان بمستوى الحدث لنجن الأمريكان والعالم كلهم مثل ما تضامنوا أيام 11 من سبتمبر التضامن بالتنديد والشجب على الورق فقط وتضامن مع الشعب الغربي الشقيق فقط هاني يقول لا بل كانوا كالنعام وضعوا رؤوسهم في الرمال أو كالنعام عبد يقول العرب نائمون نوم الهنى يا عرب إذن هذه لأحمد التاليقات وكما ترى المشاركين لديهم نوع من أنواع الرفض والغضب لمستوى الفعل في المنطقة العربية بشكل لكن الحقيقة أن السوشيال ميديا كانت هي الأقوى في التعبير عن مأساة حلب وعن تعاطف منها من خلال هاشتاجات مختلفة كأنقذ حلب وحلب تحترق ذلك أيضا وضع علامة استفهم هل ما زالت السوشيال ميديا لديها قوة التأثير السابقة أم أنها مجرد تفريح شحنات تفيغ شحنات غضب أشكرك شكرا جزيلا حياة اليماني وعودة إلى ضيفي من لندن الإعلامي السوري المعارض غسان دعنا سيد غسان نذهب إلى مواقع التواصل الاجتماعي وما حدث خلال الأيام الماضية وانتشارها اشتاجات كحلب تحترق وأنقذ حلب واكتست وسائل التواصل الاجتماعي باللون الأحمر وهو يعبر عن سالان الدماء في حلب هل تعتقد أنها كانت الأقوى في التعبير عن مأساة حلب هي وسائل التواصل الاجتماعي وليس الإعلام من نمط العادي ولماذا؟ يعني هو حقيقة الإعلام السوشال ميديا والتواصل الاجتماعي هو فعليا في هذا الزمن هو أكثر تأثيرا من الإعلام التقليدي وإن كان بعض هذه المواد التي يتم تداولها على التواصل الاجتماعي هي من منتجات الإعلام التقليدي إلا أنها سرعة انتشارها سرعة تأثيرها دورها سلوب التعامل معها من ناحية تشكيل حملات وأيضا استخدامها كأدوات للضغط السياسي والاجتماعي وأيضا الإنساني عندما تتحدث عن قضية إنسانية كما هو الحال في حلب بالتأكيد كان لها الدور الأكبر وأكثر تأثيرا من الإعلام التقليدي ولكن بالتأكيد لا يمكن تقليل من قيمة الإعلام التقليدي لا في الأزمة السورية ولا في أزمات سابقة ولا مقبلة لأنه في النهاية المطاف لا بد من إنتاج شيء أكثر احترافية يأتي من الإعلام التقليدي ويمكن من خلال الناشطين في الإعلام التواصل الاجتماعي يمكنهم استخدامها وترويجها وتناقلها وتشكيل حملاتهم التي كان لها أثر كبير من خلال دمج مجموعة من وسائل التواصل الاجتماعي سواء في الفيسبوك أو في تويتر بما أننا نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي واستخدمها في مثل هذه القضايا هل تعتقد بالفعل أن هذا الرواج من الممكن أن يكون له أثرا إيجابيا على أي قضية ومنها قضية المجازر التي حدثت وتحدث في حلب أم أنها في النهاية تأتي فقط تفريغ شحنة غضب لا أكثر ولا أقل هي حقيقة مزيج من الموضعين هي بالتأكيد تعطي فرصة ومتنفس لجميع الأطراف التي تشعر بحالة من التأثر من ما يحدث فتحاول أن تقوم ما تستطيع به وهو الحد الأدنى من إقامة هذه الحملات هي تشعر أنها قامت بما عليها وبالتالي ترضي ضميرها من ناحية ولكن من ناحية أخرى إذا كان هناك قرار دولي فأن هذه الحملات بالتأكيد سوف تكون نقطة انطلاق من طرف السياسي لقول أنه استجاب لمطالب الشعوب وأخذ قرارات وانطلق بعمل ما جاد فبالتالي هي مزيج من تلك الحالتين هي نعم تعطي فرصة للمواطن ليقوم بما عليه ليعبر عن رأيه ولكنها أيضا بنفس الوقت إذا كان هناك قرار سياسي وإرادة دولية فيمكن لصاحب القرار أن يقول أنه تجاوب مع هذه الحملات واتخذ قرارات ربما تكون شجاعة أو تكون مجرد مسكنات لهذه الحملات من الذي استطاع أن يكون أكثر تأثيرا من وجهة نظرك سيد غسان فيما يخص كشف الحقيقة عما يحدث في سوريا هل الإعلام إذا صح هذا التعبير الإعلام المهنية أم الإعلام المؤيد لنظام بشار الأسد بعض الدول أيضا إعلام بعض الدول المؤيدة لهذا النظام بجانب الإعلام الروسي الإعلام الإيراني من الذي استطاع بالفعل أن يكسب الجولة الإعلامية وينشر الموضوع بالطريقة الصحيحة والمؤثرة في ذات الوقت يعني حقيقة الموضوع غير محسوم بعد وتحديدا إذا أردنا أن نتحدث عن ما يحدث في حلب يعني كل الطرفين حاول أن يروج روايته بالتأكيد قضية الأطراف المؤيدة للثورة السورية استطاعت أن بنتيجة كون قضيتهم عادلة يعني عندما تظهر صور الأطفال وصور النساء وصور أن مشفى تستهدف وأنها تستهدف من الجو القضية واضحة لكل من لديه معلومات بسيطة جدا عن الشأن السوري الجميع يعلم أنه لا يمتلك لا تمتلك المعارضة طائرات ولا تمتلك داعش طائرات إذن من يقوم بهذه المجازر هو بشار الأسد وروسيا معا فبالتالي من هذا المنطلق كون أن قضية الثورة السورية عادلة جعلت من إعلام المؤيد لها أكثر قدرة على نقل الرسالة وإن كان طرف النظام الذي حاول أن يستخدم شركات علقات عامة بتمويل روسي وبتمويل إيراني حاولت أن تضلل على القضية نجحت في بعض الحالات وخسرت في بعض الحالات استغلت قضية داعش دائما كانت لديهم الحاملة التي ترفع قضيتهم أو ادعاءاتهم هي قضية داعش كانوا دائما يتهمون أي طرف يعادي لهم بداعش وهناك نوع من الفوبيا في العالم بشكل عام وخوف وعدم رغبة بأي شكل من أشكال بوجود داعش فبالتالي من هذا المنطلق هذه الثغرة الوحيدة التي ساعدت نظام الأسد لذلك كان على مدار السنوات الفائتة يغض النظر عن داعش يشتري النفط منها ليمولها لتتوسع على حساب المعارضة ليحصل على يعني مصداقية أنه هو من بخطر في مواجهة داعش وأنه في نهاية المطاف في المرحلة الأخيرة بدأ يقاتلها ليحظى على شرعية أنه يحارب الإرهاب وبالتالي الإعلام إعلام النظام والفلافاء له يعني كسبوا فقط في قضية داعش بينما خسروا في كل القضايا الأخرى خصوصا الإنسانية سؤال أخير سيد غسان بعض رواد فيسبوك شنوا حملة لتعطيل حسابتهم اعتراضا على سياسة الموقع التي وصفوها بغير المحايدة تجاه القصف الذي تعرضت له حلب وقارنوها بتفاعل فيسبوك مثلا مع قضايا كشارلي إبدو وغيرها هل بالفعل لمست عدم الحيادية بالنسبة لي إدارة هذه المواقع لما حدث في حلب وللقضية السورية بواجه نعام أم هناك قدر من المبالغة في هذا الأمر يعني للأسف غالبا المؤسسات الكبرى من وسائل التواصل الاجتماعي كما هو الإعلام التقليدي غير مكترث لأشأن السوري وخصوصا عندما يكون الصراع ما بين الشعب السوري ونظام الأسد لا يكترث له ولكن عندما يكون الصراع بين داعش والنظام عندها يتفاعل الجميع ويتحدث عنها ولذلك يعني للأسف لم تقم هذه المؤسسات بدورها الأخلاقي والإنساني أشكرك شكرا جزيلا سيد غسان إبراهيم الإعلامي السوري المعارض كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من لندن شاهدنا الكرام أنا في ذا مستمرة معكم وبعد الفصل يتلكم زميل مصطفى عشور وملفات أخرى من بينها تظاهرات ووقفات مواكبة اليوم العمال في عدد من الدول العربية مواكبة 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 مواكبة